مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا بنتناول أهم قضية هذه القضية هي قضية اختلاف كبير جدا ما بين ما يؤمن به المسيحيون وما ينادي به ويدعيه المسلمون وهذه القضية هي قضية صلب المسيح القضية التي يقف أمامها المسلمون عاجزين لا يقدمون دليلا واحدا يؤكد ادعاءهم بأن المسيح لم يصلب وعش كده اتكلمت في الحلقة الماضية عن أنه ادعاء المسلمين بعدم صلب المسيح هو في نظري مجرد خرافة لأنه يستند إلى زيره من الأدلة ولا يوجد أي دليل يقدم المسلم من قرآنه يؤكد به أن المسيح لم يصلب فبيعمل المسلم يروح للأنجيل الأنجيل التي تتحدث في أكثر من 750 آية عن موضوع صلب وموت وقيامة المسيح الأنجيل التي خصصت 40% من محتواها للحديث عن الإسبوع الأخير في حياة الرب العهد الجديد الذي يتحدث بكثافة وبغنى عن صلب المسيح ويعتبر صلب المسيح هو قلب الفداء الإلهي الذي صنع الله من أجل الإنسان فبدون صلب المسيح لا يوجد كفارة وبدون سفك دم لا يحصل أيضا غفرا للخطايا هذه هي الأضية الأساسية ولما تسأل المسلم لي أنت بترفض كل هذه الأدلة وكل هذه الآيات الكثيرة التي يتحدث عنها متة ومرؤس ولوءة ويحنى والعهد الجديد ويتحدث أيضا عنها مؤرخين وثنيين يذكروا أن المسيحيين الأوائل كانوا يعبدون إلها مصلوبا فالصليب مسكور حتى في الوثائق الوسانية الرومانية وأيضا مسكور في وثائق يهودية أخرى لماذا ترفض كل هذه الأدلة وتضرب بها عرض الحائط أمام آية يتيمة في القرآن لا تقدم دليلا واحدا يؤكد ما تدعيه والمرة اللي فاتت عرضت إجابة الدكتور العلامة منقذ السقار وأنا بعتبر إجابته إجابة فعلا ضربة قاضية أن المسلم ليس عنده إجابة لأي سؤال ولعنده أي برهان يؤكد به إدعاءه بأن المسيح لم يصلب كويس وعشان كده أنا هرجع الفيديو دات هنتفرج عليه النهاردة الثاني إجابة الدكتور منقذ على هذا السؤال وإحنا النهاردة بنتكلم عن الموضوع المهم في أي يوم وأي ساعة سلب المسيح يعني العهد الجديد كلمني عن كل التفاصيل والقرآن لم يتحدث عن أي تفصيلة من تفصيلات صلب أو إنقاذ المسيح من الموت كويس وعش كده لما بقف قدام إجابة الدكتور منقذ بقول له بشكرك لأنه هذه هي الإجابة التي فيها تعلن عجزك ويعلن المسلم عجزه عن تقديم إجابة وفية من قرآنه عن أن المسيح لم يصلب دخلين نسمع فيديو الدكتور منقذ وبعدين ندخل فيه موضوع الحلقة لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يتحدث من نفسه لحق لكم أن تقولوا ذلك كيف نرد شهود العيان ونقبل برجل جاء بعد الحدث بستمائة سنة لكن القصة ليست هكذا القصة أن هذا الذي ذكر هذا إنما هو رسول الله وما يأتي به هو وحي الله تبارك وتعالى الله الذي هو أيضا رأى تلك الأحداث بل هو يعلمها قبل أن تقع إنه العليم إنه اللطيف إنه الخبر كونه وحيا هذا يختصر المسافات يختصر حاجز الزمن فيجعله كأنه شاهد عيان كلام ده ينفع في المساطب الكلام ده لا ينفعش في الحوارات العقلية المنطقية ولا ينفع في الحديث عن أحداث تاريخية مهمة زي صلب المسيح أدم لي دليل من قرآنك يقول أن المسيح لم يصلب تاريخي منطقي إيه الأحداث وعش كده أنا بعتبر هذا الإدعاء بعدم صلب المسيح لا يرتقي إلا لمستوى واحد فقط وهو مستوى الخرافة القصة التي ليس لها أساس تاريخي طيب في أي يوم وأي ساعة صلب المسيح في أي يوم وأي ساعة صلب المسيح لما أجاوب على هذا السؤال أريكم أعينة من حوارات المسلمين وتعليقتهم على حلقات عبر الكتاب المتعلقة بصليب المسيح واحد كتب هذا التعليق على الفيديو يقولي يا دكتور أشرف عزمي الأنجيل الأربعة المعتمدة لم تؤكد صلب المسيح ولم تؤكد موت المسيح ولم تؤكد قيامة المسيح ولم تؤكد صعود المسيح أنا لما بقرأ تعليق زي كده بيبقى عندي إحساس أنه الكاتب يا إما مصطول بتكلم جد يا إما مصطول يا إما مقرأش الأنجيل ما عرفش عنها حاجة يا إما شرب له كبايتين تقال من بول البعير أفقدو توزنه وإدراكه العقلي يعني واحد جاي بعد ألفين سنة ألفين سنة من المسيحية اللي بنت إيمانها على حدث تاريخي وجوهري في حياة الرب يسوع وهو حادث صلبه وموته وجاي بعد الأنجيل اللي بتكلم بتفاصيل كثيرة جدا 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 عن حادث الصلب وعلشان يثبت آية يتيمة عنده آية يتيمة لا تقدم دليل ولا برهان يحترم العقل وفكر الإنسان يدعي أن الأنجيل الأربعة المعتمدة يعني ماتة ومرقوس ولو أو يحنى مش كده يعني ده لقصده لم تؤكد صلب المسيح يعني فين العقل في الكلام ده فين العقل أنا كتبت له يعني سيبك من الأنجيل طب حط الأنجيل على جنب حط الأنجيل على جنب قدم لي أنت برهان من عندك من قرآنك كويس يقول أن فعلا المسيح لم يصلت مش آية اللي أنت بتقوله ده statement عبارة لكن هذه العبارة لا تقدم أي دليل وبرهان على أن المسيح لم يصلت وعلى المدعي إثبات ادعائه إن كان صح إن كان ادعاء صح لابد أنه يؤكد ويقدم البرهين التي تؤكد ادعاء مالهوش علاقة بالمسيحية مالهوش علاقة بالأنجيل سيبك من الأنجيل أنت لا تؤمن بيها سيبها زي ما هي لكن قدم لي برهان وكأن الأنجيل مش موجودة يعني أنا وإنت دلوقتي أنا شخص غير مسيحي كويس ولأؤمن أيضا بالأنجيل وجاي لك كشخص بقول لك أوكي إنت عندك آية في القرآن بتقول إنه المسيح لم يصلب ولم يعمد ماشي إنت بتؤمن بيها كده طب ممكن تقدمني البرهان التاريخي لأنه لأنه قدمني البرهان اللي يأكد كلام ده وإلا يكون كلامه غلط يقول لك لأ هو كده أنا ما شفتش مسلم لحد الوقتي بيتكلم من قرآنه على برهين وأدلة أن المسيح لم يصلب كل ما يستطيع أن يفعله كويس إنه يروح للأنجيل اللي بتتكلم عن حقيقة صلب المسيح وموته ويقول لك أصله يحنى اختلف في تفصيله عن مرقس وإنه متى لم يذكر حاجة أمر ذكر يحنى فبالتالي المسيح لم يصلب أنا هدي الكثير مؤدس الأربع أنجيل لشخص ملحد لا يؤمن بالمسيحية ولا يؤمن بالإسلام وهقول له اقرأ الأربع أنجيل دول من فضلك اقرأ الأربع أنجيل دول وحللهم حللهم كوثيقة تاريخية كسيرة للرب يسوع كملخص لحياته حللهم وقل لي هم اتفقوا على إيه بخصوص المسيح اللي اتفق عليه متى ومرقس ولوءة ويحنى العائل العائل هيقولك أنه الأنجيل اتفقت على أن المسيح قد تم القبض عليه الأربع هيقولك أنه الأربع اتفقوا على أن المسيح حكمة أيام أمام مجمع السنهدريم هيقولك أن الأربع اتفقوا على أن بيلاتوس حكمة بالموت وبالصلب على المسيح هيقولك أن المسيح قد صلب هيقولك أن المسيح قد مات ودفن هيقولك أن المسيح قد قام في اليوم الثالث وأن المسيح صعد لا يختلف إنجيل من الأنجيل الأربعة على حقيقة من هذه الحقائق ويجي واحد يقولك الأنجيل الأنجيل لم تؤكد صلب المسيح ولم تؤكد موته ولم تؤكد قيمته ولم تؤكد صعوده وما لأكدت إيه أو واحد زي دون هيجي يقولك قال أنا جيل أكدت أن نبي آخر سوف يأتي في آخر الزمان ما هو بقى مصطول ما أنت تتوقع أي حاجة من المصطول طيب يولي سائل آخر أو معلق عزيزي المحترم المبجل شكرك بخصوص صلب المسيح عليه السلام إنجيل متى ذكر الزلام ظهرا ولغاية الثالثة لما حصل الزلام في آخر ثلاث ساعات على الصليب ماشي وإنجيل مرؤس ذكر الزلام ظهرا ولغاية الساعة الثالثة وإنجيل لؤى ذكر الزلام ظهرا ولغاية الساعة الثالثة إنجيل يحنى لم يذكر الظلام زهرا ولغاية الساعة الثالثة هنا السؤال ماذا حدث ساعات الظلام هو بقى يعني مخه طلع بحاجة محدش جابها قبل كده ما دي مشكلة مشكلة الإخوة المسلمين يعني بيعتقد إنه يستطيع إنه يدمر الإيمان المسيحي زي ما واحد في مرة من الدعاء قال لك السؤال الذي يدمر المسيحية آه إنت بقى اللي هتيجي بالسؤال اللي يدمر المسيحية يعني يعني هنا بقى جالنا صادقنا ده وقال لنا إيه ماذا حدث ساعات الظلام حتى أن الأنجيل الأربعة المعتمدة لم تذكر ماذا حدث حصلت ظلمة وزلزال وتشققت الجبال السخور وخرج من الكبور من كانوا أموات بس لم يذكر حاجة في ثلاث ساعات دول فبقى أكيد أكيد في الثلاث ساعات دول أكيد في الثلاث ساعات دول حصل الشبيه الشبيه الذي لا يوجد مسلم يتطفق مع مسلم آخر عن من هو وكيف حصل كويس الدلامة كلها الإسلامية تجدها في موضوع الشبيه ده وأسماء غريبة ومواقف غريبة وحكايات غريبة كلها خرافات كويس وهنا يكون الشك وهنا يكون الشك هل صلب المسيح ذاته أو استبدل بالروح على هيئة المسيح عليه السلام ما هنا بقى حصلت الشبيه المسيح استبدل ذاته حتى واحد غير نفسه ما هي الدنيا ظلمة الدنيا ظلمة ولما الدنيا ظلمة تقدر تعمل لأنت عايزه فالمسيح عامل ايه استبدل ذاته فك نفسه وحط ايه حد تاني أو الروح القدس استبدل المسيح بشخص آخر ما أنا بقولوكو بقولوكو فعلا غالبا غالبا يعني مش عارف حطها ازاي حطها ازاي بايت ناقش معاها الواحد ازاي يقولو ايه يقولو سايب كل البرهين اللي بتأكد صلب المسيح واللي بتأكد ايضا موته واللي بتأكد انه فعلا مات واللي الطعنة والدم اللي خرج والمية ولما راحوا الجنود عشان يكسروا عظام المصلوبين علشان ما يعدوش وتاني يوم السبت وتأكدوا ان المسيح قد مات يعني كل البرهين دي هو عنده غاية واحدة هي انه يقول ان المسيح لم يصلب هيعملها بأي تمن هيعملها بانكار الحقائق هيعملها بتعن في الحقائق هيعملها بتزييف للحقائق هيعملها بتدليس لأمور كثيرة بأكاذيب المهم يعملها المهم انه يطعن في حقيقة صلب المسيح بس انا نفسي كده الدكتور منكز وغيره من من يطعنونا في تاريخية صلب المسيح ونعمل لنا حلقة بعنوان البراهين القرآنية على عدم صلب المسيح ويجيب للبراهين المسكورة منطقيا في القرآن ان المسيح لم يصلب سيبك من الاناجيلة دكتور منكز لانك مش ممكن تطعن فيها ولا تستطيع ان تطعن في مصداقيتها ولا تستطيع انك تطعن في احداثها التاريخية التي ذكرتها ولا تستطيع انك تحرك شعر واحدة من ايمان المؤمنين على مر العصور والاجيال في حقيقة صلب المسيح سيبك سيبك من اللي انت بتعمله ده ده مضيعة للوقت كويس ويهاتلي من عندك هاتلي من عندك ما يؤكد على ان المسيح لم يصلب من امور تاريخية ذكارها القرآن من شهود عيان للحدث من تفاصيل اللي حصل اتفقوا الاول على التفاصيل الشبيه وبعدين تعالوا تكلموا وعمل حلقة اطلع كده قدام الناس وقول انا هسيب الاناجيل دي كويس وانا هقدم حلقة بقى موضوعها الادلة القرآنية المنطقية والتاريخية على عدم صلب المسيح طيب نرجع الى موضوعنا هو ليه انا بتكلم كتير عن صلب المسيح ممكن حد يسألني يقول لي دكتور قاشف ده بتاخد حلقات كتير عن صلب المسيح لانه ببساطة المسيحية اي المسيح الذي جاء من اجل خلاص الانسان وخلاص الانسان متوقف على موت المسيح كفارة عن خطاياه فلو لم يكن المسيح قد صلب فكل ايمان ايمان باطل كل ايمان ايمان باطل كل بركات الايمان اللي خدناها بالمسيح وبموته بيبقى ملاش اي وجود فلا يوجد حدث لا يوجد حدث حدث في تاريخ البشرية كله اهم اهم من موت المسيح لانه عليه يبنى كل خلاص الانسان ونجاته وحياته الابدية وعلاقته مع ربنا وده اللي بيعمله عدو الخير ابليس ابليس يغير الحقائق ويكذب فهو كذاب وابو كل كذاب وابليس يريد ان الناس يعيشون في الخطية ويهلك بسبب خطاياهم اما الله فلا يريد للانسان ان يعيش في خطيته الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون والخلاص وحده موجود في المسيح بذبيحة المسيح بموت المسيح وقيمته لان احنا نؤمن ان المسيح لم يموت فقط لكن المسيح ايضا قام منتصرا من بين الاموت عشان كده انا بتكلم عن الصليب وعشان كده الكتاب المؤدس والاناجيل اهتمت بصليب المسيح وبالاسبوع الاخير في حياة المسيح وعشان كده بوليس قال انه لا اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياهم اسلوبا وانه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فيقوط الله للخلاص لكل من يؤمن عشان كده هنتكلم عن الصليب وهنتكلم كتير عن الصليب لانه هو حياتنا كمؤمنين وفخرنا واما من جهتي فحاشة لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح طيب اي يوم صليب المسيح انكلم عن الجزء ده لانه مهم احنا كمؤمنين او كمسيحيين او كدارسين للكتاب او اي انسان بيقرى الكتاب بكل بساطة لن يجد صعوبة لن يجد صعوبة في تحديد اليوم الذي صلب فيه المسيح اي انسان موضوعي كويس يقرى الاناجيل لن يجد صعوبة في تحديد اليوم الذي صلب فيه المسيح فمرقص فمرقص بيقول لنا انه اليوم الذي كان ما قبل السبت ولما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت فمرقص حطها لي انه قبل السبت متى بيشير الى اليوم الذي هو بعد موت المسيح ويقول انه هو السبت وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسين الى بلاطوس لما كان المسيح دفن كان يوم سبت يعني بعد بعد الموت بتاعه وبعد دفن يسوع مباشرة يقول لوقا ان السبت كان على وشك الانقضاء وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح السبت جاي الساعة ثلاثة الظهر كان يوم السبت هيبدأ من الساعة ستة او مع غروب الشمس يوم الجمعة يحنى بيذكر الاستعداد المأخوذة لألا تبقى الاكساد على الصليب يوم السبت فبيقولنا ثم إس كان استعداد فلكي لا تبقى الاكساد على الصليب في يوم السبت لاني يوم السبت يوم مقدس فهم عايزين يتأكدوا انه الاكساد دي ما تبقاش لتاني يوم اللي هو يوم السبت فلازم يتأكدوا انها ماتت عشان يقدروا ينزلوهم من على الصليب ويتم دفنهم يسوع والاثنين اللي كانوا ايضا مصلوبين على يميني وعلى يساري عش كده الاناجيل بتتطفق بان يسوع صلب ومات يوم الجمعة في فترة بعد الظهر تقريبا تقريبا ساعة ثلاثة وهذا اليوم هو يوم خمستاشر نيسان اليوم الذي فيه يحتفل اليهود بالفصح لان المسيح اكل الفصح مع تلميزه في العلية الليلة اللي قابله وبيعد اليوم دوا من غروب الشمس يوم الخميس كويس وحتى غروب الشمس يوم الجمعة هو ده يوم الفصح اللي بيلزق فيه مباشرة عيد الفطير اللي بيكون من يوم خمستاشر نيسان وحتى يوم واحد وعشرين نيسان لكن هيقول سائل او ناقد انه الاناجيل اخطأت وانه كلام حضرتك اللي بتقوله غير صحيح فيحنى يختلف في سرده عن باقي الاناجيل فالاناجيل الاولى التلاتة المتشابهة ماتة ومرؤس ويحنى بسر ماتة ومرؤس ولوءا بتتفق على ان المسيح احتفل بالفصح مع تلميذه في العلية في نفس يوم الفصح اللي تمت اللي تمت فيه محاكمته وصلبا ولهذا يكون المسيح هو فصحنا الذي دبح من اجل خلاصنا وفداءنا فالاناجيل التلاتة بتتطفق انااجيل التلاتة بتتطفق على ان المسيح اكل الفصح مع تلميذه وفي نفس اليوم اللي هو تكمل اليوم الفصح المسيح مات على صليب من اجلنا طيب هاخد مداخلة وهرجع نتكلم عن يوحن يختلف عن الاناجيل التلاتة في ايه الوخت في ريال من انجلترا اهلين بك اخي اخي العزيز صدقني انا يوميا اصلي لك واصلي قبل البرنامج لانه فعلا بامانة الله انا اسمع روح القدس من خلالك هو اللي يتكلم هو اللي يشهد عن الحق والحق هو الرب يسوع المسيح له كل المشد وانا اصلي ايضا من اخوة البسلم والشيخ وعلى راسم منقض الثقاف اللي هو يحتاج الى منقض فعلا منقض من السماع والمنقض هو الرب يسوع المسيح لانه مثل ما يقول الكتاب المقدس الوحي الالهي الى هذا الدهر قد اعمى اذهام غير المؤمنين لألا تضي لهم انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله مع عدم حضرتك يا اخ اشرف ذكرت كفيت وفيت عن البراهين والادلة من الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله الحق اذا هو رب المجد فم الطاهر الرب يتع المسيح قال في انجيل لوقة اصحاح 18 وطبعا هذا يعني واحدة من الاناجيل اللي قال هو الرب يتع المسيح جاء لانه ليقتل عن ابن الانسان لانه يسلم الى الامم ويستاذى به ويشتم ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم في اليوم الثالث انا اصدق رسول من الشيطان واتذب الرب يسوع المسيح اللي هو جاء من اجل ان يموت على الصليب من اجل فداء البشرية وحتى يفدي موقذ السقار وغيره كل الانبياء في العهد القديم اللي هم انبياء حقيقيين من عند الله هم اللي شهدوا عن موت المسيح على الصليب وقيامته ويجي لي محمد يقل يقلولي رسول من الله اللي هو رسول من الشيطان الحقيقة يقول وما صلب شبه به فالرب يرحمه وحتى هو نفس الشيطان اللي ذكرت يا اخ اشرف والكتاب المقدس اللي هو يقول عنه الكذاب وابو الكذاب هو يعرف المسيح يكره الصليب لانه دمره انسحق على الصليب ما قدر ان يمسك الموت على الرب يسوع المسيح لانه قام وحيجي بمجيء ويقيد بحيرة النار الكبري حتى الشيطان يعرف هذا لكن انتم الرب هو القادر ان يلمس قلوبكم ويفتح ويفتح اذهان كب وما ما في شيء مستحيل اجد الرب يسوع المسيح كل شيء مستطاع ونصلي من اجلك امين اشكرك ورب شكرا لكي يا اخت فريال شكرا لكي يا نعمة باسم ربي السوع المسيح يا اخي فاضل شكرا لكي وشكرا على اتصالاتك باستمرار يعني وصلاتك لأجل قناة الحياة ولأجل كل البرامج ولأجل برنامج عبر كتاب بنعتز بيك يا اخت فريال والرب يبارك حياتك ويحقق امنياتنا كلنا في انه كثيرين يعرفون المسيح المخلص فنرجع للقضية المطروحة اللي بترحها البعض وبيقول الانجيل التلاتة لما بنقراها بنعرف انه الرب يسوع امر تلاميذ انه يعيد الفصح وفعلا اكل الفصح معاهم وبعدين خرجوا المسبحين وراح الى بستان جثيماني وهناك تم الابض عليه وبعدين اتاخد الى مجمع سنهدريم وبعدين راحوا به الى بيلاتوس بيلاتوس رجعوا الى هيروديس هيروديس رجعوا الى بيلاتوس مرة تانية بيلاتوس حبي يعني ينقذ المسيح لانه كان يرى انه بريء الا انه مطالب اليهود كانت اشد فخض عليهم وسلموا للصلب فصلب وقبل نهاية اليوم اللي هو يوم الفصح مات المسيح ودفن فلقا انجلي تلاتة مية مية تتفق على الموضوع ده بس انجلي يحنى بيقول لنا حاجة تانية ده الاخ المسلم اللي بيقول كده بس انجلي يحنى بيقول لنا حاجة تانية بيقول لكن ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية رب يسوع كان عند قيافة اللي هو رئيس الكهنة اللي هو امام مجمع السنهدريم كويس بيتحاكم فاتوا به الجند اتوا به مع قيافة ومع الكهنة الى دار الولاية وكان صبح وكان صبح ولم يدخلوا هم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح اه هنا بقى بنجد التناقض هنا بنجد ان اليهود لم يأكلوا بعد الفصح لكن متى والمرء وسلوء قالوا ان المسيح اكل الفصح مع التلاميذ كويس فهنا يكون صلب المسيح بعد الفصح وليس وقت الفصح وبهذا لا يكون المسيح هو فصحكم الذي زبح لاجلكم ده المسلم طبعا هو يعني لما بيصد عبارة عبارة مش قادر حتى يفهمها يمسك فيها ويقول لك اهو تناقض شايف التناقض المسيح صلب بعد ما كان الفصح ولا صلب يعني قبل الفصح لان اليهود لم يكونوا قد اكلوا بعد الفصح فايز طيب دي قراءة سريعة قراءة سريعة الغير دقيقة اللي بدون دراسة وفهم ممكن توصل لهذا الاقتناع الخاطئ ان يوحنى يتناقض في توقيت ويوم صلب المسيح عن باقي الاناجيل وهنا وهنا يبطل صلب المسيح بما ان يوحنى يختلف في اليوم عن باقي الاناجيل فاكيد القصة كلها زي ما هم بيقولوا متفابريكا بس يناصح يعني ينصح اخواتك زي ما يقولوا لاناجيل الاربع كلها بتتطفق على ان المسيح قد صلب ومات وانه هذا الاختلاف اللي انت شايفه ده اختلاف ناتج عن فهم خاطئ لكنه ليس اختلاف حقيق انا اشرح لك انه الاناجيل لم تخطئ ولم يخطئ انجيل يوحنى ولم تخطئ الاناجيل الاولى متى ومرقص ولوأ ولم يناقض انجيل يوحنى الاناجيل الثلاثة سابقة لا يوجد تناقض بس لو تسمح لي ان اشرح لك شوية يبدو انه المدعي لا يفهم شيئا عن الفصح وعيد الفطير ولا يعرف شيئا عن الترابط وعن الاحتفال اليهودي بهذا الامر فلازم نرجع الى النص في سفر لويين عشان نفهم يقول كده طبعا في سفر لويين وفي خروج اصحاح 12 لما الرب بيتكلم عن الفصح لكن هنا بيقول في الشهر الاول اللي هو شهر نيسان اللي غالبا غالبا بيكون في نص مارس شهر نيسان او ابيب فيما بعد سمي ايضا نيسان بأبيب فشهر نيسان كويس بيكون في نص مارس الى نص ابريل في الشهر الاول هذا هو الشهر الذي خرجوا فيه من مصر عشان كده الكلندر العبري او النتيجة العبرية زي نسميها بالمصر يعني نتيجة العبرية او الرزنامة كويس بتاعت الشهور بتبدأ بالشهر الاول وهو شهر الخروج في الشهر الاول في الرابع عشر من الشهر لما يكون الامر فيه كماله بين العشاء اين بين العشاء اين فصحن لكم يعني من يوم اربعتاشر مساء ليوم خمستاشر مساء ده فصحن لنا كويس الى انه اليوم اليوم الكامل العبري بيبدأ من غروب الشمس وحتى تاني يوم غروب الشمس كويس وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد فطر اول ما ينتهي يوم خمستاشر عند غروب الشمس بتاعه ده يوم بيسمى عيد الفطر يعني لازمين في بعض يوم خمستاشر كويس يبدأ عيد الفطر او سوري عيد الفطير مش عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطير سبعة ايام تأكلون فطيرا سبعة ايام تأكلون فطيرا وفي اليوم الاول يكون لكم محفى المقدس اللي هو يوم خمستاشر محفى المقدس عملا ما من الشغل لا تعمله وسبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفى المقدس عملا ما من الشغل لا تعمله يبقى السبعة ايام دول سبعة ايام اجازة اول يوم محفى المقدس قدس للرب ما فيش حد يعمل في حاجة واخر يوم ايضا محفى المقدس للرب وخلال الايام دي كلها بيقدموا كل يوم زبائح فهو اسبوع مقدس عيد الفطير اسبوع مقدس بيحتفل بيه اليهود كويس لما نيجي الى سفر العدد يوضح لنا شوية الامر ده في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب ده اللي كلمنا عنه وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد سبعة ايام يؤكى الفطير في اليوم الاول محفى المقدس وتقربون وقودا محركة للرب ثورين ابني بكر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم ده اللي مين هيقدموا ده هيقدموا الكهنة والكهنة هيقدموا نيابة عن الشعب وقيافة هو رئيس الكهنة الذي رفض ان يدخل دار الولاية لا يتنجس علشان يقدر يأكل كل يوم من هذه الزبائح التي تقدم هكذا تعملون كل يوم سبعة ايام طعام وقود رائحة سرول الرب فضلا عن المحركة الدائمة يعمل مع سكيبه وفي اليوم السابع يكون لكم محفى المقدس عملا ما من الشغل لا تعمله أنا بقولي النصوص دي لأنها توضح لنا النص بتاع يحنة لما نيجي بقى للنص بتاع يحنة عشان نقدر نفهم ان الفصح وعيد الفطير الفصح يتم على طريق العائلة العائلة تحتفل بالفصح ولو عائلة مش قادرة تشتري خروف العائلة الجيران بتاعهم او قريبهم التانين يشتركوا مع بعض فعالتين تلاتة ويجيبوا خروف ويحتفلوا بالفصح مع بعض فالفصح احتفال عائلي يوم الفصح احتفال عائلي كويس ويوم الخميس سوري يوم الخمستاشر نيسان كويس من يوم خمستاشر نيسان يبدأ الاحتفال العام احتفال الشعب احتفال الشعب فاول يوم هو الفصح وبعديه الايام اللي بعديه هي احتفال عام احتفال شعبي عام لكل الشعب بيحتفلوا معا كويس بحسب كل شريعة بحسب الشريعة كل اسرة او مجموعة من الاسر تأخذ شاية من اليوم العاشر وتذبحوا في اليوم الرابع عشر هنا بنجد بنجد الفصح كويس بنجد هنا الفصح وهنا يوم خمستاشر يبدأ بعد الفصح مباشرة عيد الفطير والذي فيه يقدم الكهنة ذبائح للرب لمدة سبعة ايام تبدأ من يوم خمستاشر حتى يوم واحد وعشر انا يعني انا ما نفسيش ان حضراتك تتوهم مني تتوهم مني انا بشرح الجزء ده لانه مهم عشان نقدر نفهم ماذا كان يقصد يحنى بكلامه ان الكهنة لم يستطيعوا ان يدخلوا الى دار الولاية لانهم لم يكونوا لانهم حتى لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح كويس طيب وكان استعداد الفصح ده هنا يحنى بيقول لي وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال اليهود هو ده ملككم ماشي استعداد الفصح استعداد الفصح كلمة استعداد الفصح هنا هي استعداد الفصح يشير الى هل هنا يشير الى ليلة الفصح اللي هي 14 ولا يشير الى ليلة 15 بداية عيد الفطير وشيء مرتبط بالفصح ويطلق عليه كله الفصح كويس فهل هنا الاشارة الى يوم 14 نيسان اللي هي ابيب ام ان يحنى يشير الى شيء اخر لما نيجي كلمة استعداد تشير الى يوم كلمة استعداد تشير الى يوم الجمعة الذي يصبق السبت فكل جمعة هي يوم استعداد للسبت دي حاجة ولهذا فالتعبير استعداد في الفكر اليهودي هو اشارة الى يوم الجمعة يوم الاستعداد ليوم السبت عش كده يوحان يقول ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الاكساد على الصليب في السبت لانه يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بلاتوس ان تكسر سيقانهم فجيوم الجمعة يطلق عليه دايما يوم استعداد للسبت كويس الكلمة الفصح بقى كلمة فصح تشير الى كل الاسبوع اليهود لما بيكلموا عن الفصح وعيد الفطير اللي هو كل الاسبوع ده مرات كثيرة مرات كثيرة يشيروا الى كل الاسبوع على انه الفصح مش بس اول يوم لكن الاحتفال كله الفصح واللي مرتبط بيه ايضا عيد الفطير السبعة ايام كلها يشار اليها على انها الفصح من اول اربعتاشر نيسان وحتى خمستاشر نيسان وواحد وعشرين نيسان يطلق عليها كلها فترة الفصح اعتبر اليهود عيد الفصح من يوم اربعتاشر وعيد الفطير خمستاشر عيدا واحدا فاطلقوا عليه اسبوع الفصح كويس طيب هنا بقى نيجي للنص اللي قاله يحنى لما يقول لنا سوري لو يقول لنا وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح يعني الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده بيأكده مين بيأكده لو البشير ان عيد الفطير كان يقال له الفصح الفترة كلها كان يطلق عليها الفصح عشان كده ترجمت ان عاي في ترجمت الاية في يحنى وكان استعداد اسبوع الفصح وكان استعداد اسبوع الفصح بيس اذا يسوع صلب يوم الجمعة يوم الفصح والذي يعتبر يوم استعداد لاسبوع الفصح الذي هو عيد الفطير عشان كده البشائر تتفق كلها مع بعض ماذا عن قول يحنى ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية وكان صبح ولم يدخلوا هم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكل الفصح هنا الاشارة ليست الى الذبيحة الاسرية التي يقدمها كل بيت ويأكلونها ليلة يوم الفصح لكن هنا الاشارة الى الاكل من زبائح الاسبوع كله الذي يطلق عليه اسبوع الفصح فالمسيح حقيقة اكل الفصح مع تلاميذه يوم 14 نسان ويوم 15 نسان اللي بيبدأ بيه احتفال عيد الفطير بيبدأ ايضا ما يطلق عليه اسبوع الفصح فاليهود لا يتحدثون عن الليلة السابقة اليهود يتحدثون عن الاسبوع كله الذي فيه سيأكلون زبائح اسبوع الفصح فعش كده كانوا خايفين يدخلوا دار الولاية ليه لانه اليهود وبالاخص الكهنة قيافة واعضاء المجمعة لم يدخلوا الى دار الولاية الوثني الذي يسكن فيه ويحكم فيه الحاكم الروماني بيلاتوس الوثني واليهود كانوا يعتقدون ايضا ان الامم الوثنيين يدفنون اطفالهم الذين يولدون اموات او الذين ايضا يتم الاجهاد اي طفل اجهد او اي طفل مات عند الامم كان يتم دفنه في حوش البيت بيت الاممي هذا ليست عادة يهودية كويس فعشان كده بيوت الامم او ما يسكن فيه الامم اعتبروا اليهود انها اماكن منجسة واذا دخل اليهود هذا البيت وفيه مدفون طفل تحت الارض صار نجسا لا يستطيع ان يحتفل باسبوع الفصح ولا يأكل من الزبائح التي تقدم في هذا الاسبوع عشان كده رئيس الكهن رفض وعشان كده الكهنة اللي كانوا معاه واعضاء السنهدريم مجمع الديني رفضوا يدخلوا بيت الولاية فالاشارة ليست الى يوم 14 نسان الاشارة الى الاسبوع كله اسبوع الفصح وعشان كده عبارة يأكلونا الفصح بحسب ما شرحنا ان كل الاسبوع يطلق عليه اسبوع الفصح وفي كل يوم من السبعة ايا كانت تقدم زبائح في الهيكل وكان الكهنة يأكلون منها فاذا تنجسوا لا يمكن ان يحتفلوا بالعيد ولا يستطيعوا ان يقدموا حتى الدبائح ولا ان يأكلوا منها فهل يحنى تناقد مع الاناجيل لا ده فيهم حضرتك الخاطئ يحنى لم يخطئ والاناجيل ايضا لم تخطئ طيب في الوقت الاسير دوان اللي باقي يبقى المسيح مات وصلب ومات يوم الفصح 14 نيسان دقاطة عامة كويس في اي ساعة بقى في اي ساعة في الساعة الثالثة ام الساعة السادسة طيب في انجيل مرؤس يقول لنا وكانت الساعة الثالثة فصلبوه في جيل يحنى يقول لنا وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هو دا ملككم في اي ساعة صلب المسيح هل المسيح صلب الساعة الثالثة كما يقول مرؤس اما المسيح صلب في الساعة السادسة كما يقول يحنى بس على فكرة السائل اللي بيسأل عشان يشك وبيشك في حقيقة الصلب اللي اتنين مرؤس ويحنى اكدوا على ان المسيح قد صلب اللي اتنين اكدوا هذه الحقيقة طيب اجي الى اولا لما يقول لنا يحنى ان يسوع صلب الساعة السادسة التصريح بالصلب كان الساعة ستة وليس الصلب من وقت صدور الامر وحتى الصلب ثلاث ساعات من السيرع نحو الصليب واعداد الصليب ورفع المسيح يبقى الصليب او الصلب حدث بعد ثلاث ساعات من الساعة السادسة اي الساعة التاسعة هاجي الى نقطة مهمة الاسف المسلم لما بيجي عند موضوع الساعات بيتخيل انه هناك ساعة محطوطة على الحائط في حاكم عند حاكم الولاية وموجودة في الشوارع وكل واحد يهودي لابس ساعة وعارف الساعة كام العالم القديم لم يكن فيه ساعات ودقائق وثواني فالتوقيت كله كان تقريبي توقيتات اليوم كلها تقريبية مرتبطة بحكم الشخص على الوقت وارتباطه بالظل بظل الشمس كويس فالعالم القديم لم يكن فيه التوقيت اليوم دقيق زي النهار ده فكانت توقيت كله تقريبي اشرح الفكرة دي اليهودي اعتبروا ان النهار مش اليوم النهار بيبدأ من شروع الشمس وغروب الشمس متكون من 12 ساعة كويس ده الفكرة اليهودي فالفكرة اليهودي النهار عنده بيبدأ من شروع الشمس وحتى غروب الشمس وده لقاله الرب يسوع اليسة ساعات النهار 12 ففعلا ساعات النهار 12 اليهود قسموا النهار الى ثلاث فترات اساسية كويس قال لك الساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة وبعدين غروب الشمس كويس الساعة الثالثة تعتبر الساعة الثالثة من شروع الشمس شو كده سميت الثالثة اللي هي بتوقيتنا احنا الساعة 9 الصبح بتوقيتنا احنا 9 الصبح الساعة السادسة من شروق الشمس اللي هي بتوقيتنا احنا الدهر الساعة 12 الساعة التاسعة من شروق الشمس اللي هي بتوقيتنا احنا النهاردة ساعة 3 دهرا اللي هي 9 ساعات من شروق الشمس حطيتها كده ساعات النهار الساعة الثالثة صباحا اللي هي الساعة تسعة صبح الساعة السادسة ساعة 12 الدهر الساعة التاسعة ثلاثة بعد الدهر يوجد إجابتين بسرعة على ساعات اللي ذكرها يوحنى وباء الأنجيل الإجابة الأولى تتلخص فأن يوحنى استخدم التوقيت الروماني وليس التوقيت اليهودي والذي يجعل اليوم يبدأ من منتصف اليوم وليس مع شروق الشمس فلما قال الساعة السادسة هو بيقصد الصبح الصبح أن المسيح قد حكم عليه بيلاتوس وأسلمه لليهود صباحا عشان يبدأ في إجراءات الصلب كميز وبهذا لا يختلف حنى عن بقية الأنجيل لكن الإجابة الثانية وهي أن مرؤس ويحنى يتحدثان بالتقريب يعني أنت عندك الساعة الثالثة اللي هي الساعة تسعة الصبح كويس ممكن يبقى الساعة عشرة ونص وتقول عليها ساعة الثالثة ممكن يبقى عشرة ونص وتقول عليها الساعة الثالثة ممكن تبقى 11 وتقول عليها الساعة الثالثة لكن ممكن واحد تاني الساعة 11 او 10 نص يقول عليها الساعة السادسة يقربها للستة او يقربها الى الثلاثة اي تقريب فالحكم كان بحسب حكم الشخص توقيته حسب نظرته للوقت وعش كده لا يوجد اختلاف ولا يوجد تناقض ده التناقض ده في عقلك لانك تريد ان انت تطعن في حقيقة صلب المسيح ولن يستطيع احد ان يطعن في صلب المسيح لان صلب المسيح حقيقة تاريخية لا يمكن لعاقل ان ينكرها الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم